فهذا الثقة بالرد تعالى سلم الى كل عالم وسمن لكل غالم فالمجرد هذا النوع من الشراق هذا النوع من الطعام يمكن الله العليم بيوصلنا الى جبل الشنخة قال لقد قال لي الدكتور احمد دكتور جميل ايه شو عي الشنخة وليت اخي شو عي الشنخة حديث اخذ عشرين لقيقة ما عجبك توقف كله مفهوم هذا احكيته بالفضائي تحت عنوان ضحف العصام للسعاد بس وقف عني الشنخة طيب ضروري احمد كل بقيه الكلمان رئيس تحريره اسرار الشرق الاوسط ما بتسمح لي هالكلمة يانا ضروري يلا الشنخة الشنخة قال ليه الابلاء الذي كان معه الابلاء الشرقية في برهود والذي كتبته معه رسادة التراف الفرسة تماعيطة ضرور من السجال كتابه اسمه يعني تجاوز الذات للأسماء والصيفات او تنزيغ ذات عن الأسماء والصيفات كان يقول دائما اني والله ازادة الواحد يفهمه لنقبل فضحف العصاب للسعاد وفعلا يتجاوز السعاد نازم يروح على الشنخة على الاب نعم الشنخة الشنخة هي البلدة في سوريا بروبطالبوس يمكن فوق بانياس فوق بانياس بلد اسمه في اياه حلق ورياء الا كابر لكن الشنخة خار باللغة الشنخة ما كنت تتعلمه عنده الخطيط ما كان يعلمكم الخطيط يقولكم أليف لا شيئا علي أليف لا شيئا عليك أليف لا شيئا عليك بيه بيه واحد يلس فلا بيه اتنين من عليا ما تعلمتوا هذا العلم الشريف هذا العلم الشريف نعم المنشريف فعلا المنشريف لأن كل الحروف بالاخر يا نقط يا غير النقط يا نون يا ممكن أليف لا شيئا عليك يعني مجرد من التنقيل مونيسا الشن اذا التنزيل الدخب نحن نقول بلغة اسمع لغة علم اللغات لغة لغة آدم يعني لغة العالمين إذا تعرفوا ما تعرف انه الدوخ معناها الروح بالروسي دوخ معناها الروح إذا شانتها يعني الروح المحررة الروح الحررة الروح اللشن عليه دوخ بدأ تنطيط وصلت إلى التنكين روحهم صارت في التنكين ما عليها تنطيط ولا عليها تلوين هي هي متل عبد المطلب بتقول للبيت رب يحميه خلاص وبيجوز يحكي بلغة واحد شيخ بدتوا ينزل مطر يقولوا لا الله بتنزل مطر ولا بيجوز يقول قال فنزل الله مطر أنا الآن أنا عم بخلط لكم شوية خلط مزي انتو بيدور البطاقة فعلا؟ يا مين؟ يا الرباعيه عم بتقول برعاء يعني حتى البطاقة بس ليه حتى البطاقة؟ حتى جراهب سورية اليوم ثلاث جراهب ما في واحد ما في واحدة منهم إلا تحلت في الصوام والخطأ تحلت في الخطأ من حيث الشكل وأنا رح حاوم لها انه لا بردي يقبلوا لها كلامها البطاقة واضحة عم بتقول انه الحرية من الموت ما في جريدة سورية اليوم إلا مطب بالعنواع جريدة بتقول الحرية والموت الحرية والموت صروا تاني بجوز بجوز لازم نحكيها بالصناعة أو لازم نحكيها بالتربية أو لازم نحكيها محل تاني صاروا اثنين الحرية والموت مسألة تانة غير الحرية من الموت واحدة تانية جريدة أخرى بتقول الحرية في الموت كمان شي تاني الحرية في الموت من حيث البطاقة اثنين بالتربية شي بياخدوا بالفلام بس الصفر يعني الصفر هي صفر عجبني كتير واحد عم بيحكي لابو ظبي أمس زيادة الرئيس الأمريكي للرئيس الفرنسي شو هي قالوا عند الفرنسيين هيك زيرو يعني لا شي عند الامريكيين هيك يعني عشق تمام خمسة على خمسة فبالنسبة للامريكي هيك هيك الإشارة زيرو يعني منيق عظيم بالنسبة للفرنسيين لا ليست شيئا هلا نحن زاطيناهم نعطيهم اياها بالامريكي ولا بالفرنسي ها؟ طيب هلا يزا لدي قارب واحدة قالت الفرية في الموت واحدة قالت الفرية والموت واحدة ما قالب شيء هلا شو تضعطيه لهي هادا رأيكم حلو مونتب تحت من اعجل اعجيب الديمقراطية في العالم اليوم انه الجنهوريين في امريكا معنوا خاصوا بالديمقراطيين والجنهوريين دايما بينادوا الديمقراطية في العالم يعني هذا كلاما له خبيرا بريد كما يقوله العلاة معناه ليست لهم خصومهم حرب قائمة بين الجنهوريين والديمقراطيين في امريكا الخصم الحقيقي للجنهوري هو الديمقراطي ومع ذلك الجنهوري هو عم بيطالب سوريا بالفلام هو عم بيطالب ايران بالعجيب هو بدن الصحافة تنشره للعنوان والضباطة عنهم على هالنحو مع ذلك انا راح اقرأيكم قراءة الحر من الموت باحتجيكم اديش رائعين في كتابتهم وخصوصا الجنهوريين التي لم تذكر هذا تشرين والبعث كتبوا الحرية والموت والحرية في الموت الحرية والموت هذه رتبة رتبة القالب والفسد المادي نحن عادة من نظف الاجساد القالب هذا النظافة للقالب الحرية والموت اقتلحوا علينا موضوع جديد اخي وازننا بين الحرية والموت موضوع كتير مهم ممكن اغلالكلام بس على مستوى القالب الحرية في الموت في لفظ بالفرنسي في لا بي الحياة يعني الحرية والحياة الموت يعني فيه ان كان يقول طهارة القلب بتتناولها الجريدة اللي قالت الحرية في الموت الجريدة التالت اللي راح قول من هي هي الثورة ما قارب شيء انا بقول هاي ارقى شيء ليش؟ لانه معناها الجريدة السورة اول جريدة انا كتبت بها في واحد واحد 1976 بدأت نشر من عام للمرأة من عام للمرأة الى عام اللغة وكتبت اكتر يعني بطيب 53 شهر اكتب في جريدة السورة حتى سافرت الى فرنسا المهم هاي ارقى شيء لانه طهارة نظافة القلب وطهارة القلب وبراءة سر القلب سر القلب شو عرفني انه هاي جريدة السورة قلبي اخي الفرية من الموت هي عنواني انا الثورة الثورة وهي الفرية من الموت ليش الثورة؟ لانه اذا قريتوه للثورة بطريقة ام اللغات من الغرب الى الشرق شو بتطلع يا بكتر نطفي مولانا مولانا تروث التروث التروث يعني جريدة السورة اذا فتنا الى قلب اللفظ طبع الثورة بيكون التروث يعني الحقيقة الحق الحق يعني عنوانك الحرية من الموت حق دارت فيه وانا اشكر الجرائب الثلاث لانها قالت الحرية والموت على مستوى الطالب الذي مطلب نظافته دائما مثلنا هو لنقصل على دائما والحرية في الموت طهارت للقلب كمان نتمنى هذا والقلب الثورة الذي هو الحق والمسيح يقول يرد الحق والحق نحاكركم اذا اخذوا صفر بثلاث اخذوا ممتاز لانه رده لمقامات الرياضة نظافة القلب اللي هي الحرية والموت وطهارة القلب التي هي الحرية في الموت وفلا سر القلب اللي هي قلب الثورة تروث اعرفوا الحق والحق ولو حبيبكم ومحظة التي لم نعي عنها هي الحرية من الموت في السورة هي الدوس هي حل السورة فانا اذا قربت وتصالحت مع هؤلاء محظة وشكر الله على كل حال لعالم واقت هي حرية من الموت انا بتعلم ما في اسم الاذباع والمثل لكن حتى المثل عندي انما هو البحث عن النقارة عن النقارة ما يعني ما يصف لنا في مجلسة القرآن الذي نقوم به ما نقول له لازم لازم واحد يغرب التاني بالمشادلات كما تشوفوا يقول لازم كل منا يعاون الاخرة للوصول الى ما هو الاحسن فنحن في الاصل كلنا احسن تقوين وردنا وردنا احكم الحاكمين ممكن يطلقنا من اسفل ساكلين الى احسن تقوين يعني ما احكم الحاكمين هو إذا نزلنا الى اسفل ساكلين فينا مصحة مرة اخرى الى احسن تقوين اشتركوا في القناة